تصبيح الغذائي متاعي شنوها يجب يعملنا بضبط الفجر الأحمر يعتبر من أحسن الخضر المنخفض في سعارات الحرارية مصدر كبير العدد من العناصر الغذائية المهمة كما البوتاسيوم فيتامين سي وهذا كل يدخل فيه اوتوماتيكمان فيه التحكم في السعارات الحرارية وفيه التخصيص من خلال بينسور الكانتيتي اللي بيش تاكلوهم وبش نزيد مفسر لكم أكثر جنوها قام فوائد الفجر الأحمر في خسارة الوزن أول حاجة هو منخفض السعارات الحرارية كيف كيف يتم استبدال بعض الواجبات الخفيفة المعتادة اللي تحتوي على النسبة عالية من الدهون وسعرات الحرارية تجمد بدرهم ولا تعوضهم ولا تستبدلهم بالفجر الأحمر ويتم استهلاك كميات أقل من سعرات الحرارية خاصة وقت اللي تاكلوه مع شوية من الدهون المضافة أو لسوس حاجة خفيفة كيف كيف يعزز الشعور بالشباعة تحس بروح شبعان بعد ما تاكل الفجر ويحتوي نصف كاس من الفجر الأحمر على جرام من الأليف كيف كيف يخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم كيف كيف زادا يساعد على التخصيص والتخلص من الوزن الزائد بسبب الاعتماد على الكربوهيدرات الغنية بالأليف يصنفوه الفجر الأحمر على أنه من الخضروات اللي يكيد يكون بلا دهون يمنع الامساك ويخلي حركة الأمعاء أسهل كيف كيف يعمل على التخلص من الدهون المخزنة في البدن ويحرقها باستمرار يحتوي على عناصر مدرال البول وبالتالي يخلص البدن من الماء الزائد واللي تسبب في زيادة الوزن كيف كيف من خلاله يتم تنحيف منطقة الأرداف وزيادة معادلات التمثيل الغذائي ويسهل عمليات حرق السعرات الحرارية سامحوني والدهون الزائدة خصوصا الدهون في منطقة الأرداف نعم نترتيحة مع الموزيك نرجو لكم شوي آخر في مجتسبة